يبرر تلك المخاوف تناشد المصابات بسرطان المبيض في لبنان الحكومة اللبنانية تخصيص التمويل اللازم لتغطية ثمن دوائهن الذي يبلغ سعره ستة ألاف دولار أمريكي شهريا أي ما يفوق قدرة معظمهن اللواتي تتوقف حياتهن على توفير تكلفته الباهظة دواء جديد أعطاها أملا آخر بالشفاء من سرطان المبيض المصابة به تقول إليس حجار لكن الأمل بالحياة سرعان ما تحول إلى خوف من موت محتم بسبب عدم قدرتها على توفير ثمن الدواء شهريا والذي يبلغ ستة ألاف دولار أمريكي على حد تعبيرها بلى هيدا الدواء تسعين بالمئة رح يرجع على الكنسر عن جديد هيدا الدواء هو اللي بباعد هيدا الراجعة عنه فما فيني أقعد سيكتي وقول ما عليش يلا ما بقدر أحصل على الدواء لا أنا بدي أعيش وبدأ أحصل على الدواء تبعي بكرامة بدون ما روح تبهدل وأشحد الدواء شحادة من العالم بحسب أرقام وزارة الصحة اللبنانية فإن عدد المصابات بسرطان المبيض بلغ عام 2016 مئة واربعة وتسعين حالة ومنذ ذلك الحين تغيب الأرقام الرسمية في وقت تعمل جمعية بربارا نصار غير الحكومية والمختصة بدعم مرضى السرطان وأولياء أمورهم على توفير الأدوية مجانا لمرضات سرطان المبيض إن حصلت عليه من مرضى آخرين لكنها تناشد الحكومة توفير ثمن الدواء لنحو أربعين مصابة يعجزنا عن دفع ثمنه الباهظ هلأ نحن كمان عم نشغل على الشركة يلي هي بتجيب هالدواء على لبنان الشركة المصنعة إنه تقدر تقدم أفر للوزارة بسعار أقل لحتى الوزارة ترجع تقدر تغطي مشكلتنا نحن إنه الصبايا حياتهم على كفع فريط ونحن ما فينا نجي نقول إنه منلاقي حل بعد سنين الحل مفروض هلأ يلتقى لأنه مرضى السرطان ما عندهم وقت لا تزال لجنة الصحة النيابية في البرلمان اللبناني تعمل على اقتراح قانون التغطية الصحية الشاملة ومن بينها أدوية السرطان والأمراض المستعصية وينص القانون على فرض رسوم على مسببات مرض السرطان كالتبخ وغيره لإيجاد حلول لشح التمويل الحكومي بسبب الأزمة الاقتصادية الراهنة جديد بهذا الاقتراح أو الشيء ينظم إدارة هذا الملف في اثنين عم نحاول أمل موارد مالية خارج إطار وزنة الدولة بس لأن وزنة الدولة لم تعد كافي لتعطي الأبزبادك التغطية الصحية اللائقة للمواطن مع كل جهد اللي نعمل السنة من وزير الصحة ومن نهون بهذا الموضوع لكن كمان غير كافي بعده فإذن الجديد هو الضرائب أو الرسوم لصحة التعبير اللي رح تنحط على عديد من الأمور تطالب مريضات سرطان المبيض الحكومة اللبنانية بتمويل كلفة علاجهن الدوائي ويضعن مصيرهن بيد المسؤولين اللبنانيين ما لم تتخذ إجراءات عاجلة للحفاظ على حياتهن المهددة بالموت حسب تعبيرهن قد يكون ثمن الدوائي للعلاج من سرطان المبيض باهظا على جيوب المصابات لشرائه لكن المارضات يقولن أنه لا يجب أن يستعصي على موازنة الحكومة المالية ما تتوفرت الإرادة لذلك جين عفيش الحراء بيروت